هاي كيف كون؟ بنا تكونوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءة عاملة برج الجديد رح حاول أحكي فيه عن الأحوال العاطفية لإلك والشريك وكذلك رح تحدث عن الوضع العام رح تحدث كذلك حتى أنا مع زيب رح نشوف شبخة بلون شهر الجون وكذلك رح تحدث عن الأحوال العام ملألك ورح نشوف شبخة بلون شهر الجون هذه القراءة تنضبقها للبرج الشمسي قمري طالع وفي إمكانية أن تكون قراءة بالنسبة لإلك يا برج الجديد عم شوفك كأنه التقيت بشخص كتير جدا بهاي كأنه كنت عم تحلم فيه كأنه كانت هذا اللقاء بمحد الصدفي أو كان هذا اللقاء ما كان يعني بالشكل الرومانسي أو بالشكل الذي كنت بتتوقعه يا برج الرضي ممكن نشب بينك مشكلة بينكم ومشكل وهذا المشكل خلاكم تتعرفوا على بعض وتصيروا مهتمين ببعض عم شوفوا لهذا الإنسان كتير أو كنت واخد نظري مغلوط عن هذا الإنسان على أنه يعني شخصية عم تحبها لو شخصية متكبرة بس بالأخير ست معجب أكتر بهذا الإنسان عم شوفك أنه تريد أنت مغروم بالوقت الحالي أوكي عم شوف فيه غرامي كتير كبير بهذه القراءة عم شوفه للشريك كذلك مغروم هذا الإنسان لأنه عم تطلع على اليد الروفرز هذا الإنسان بحبك كتير عم شوفه عم يتواصل معك بس يعني ممكن الأوضاع الحلية ما عم تخليكم تلتقوه بعض أكتر بس في حب كتير كبير وكتير قوي بينتكن عم شوفك ممكن تحب برج السرطان أو تحب برج الجوضاء أو الجرد حتى الأسد أوكي عم شوفه لهذا الإنسان كتير محبوب شخص كتير ناجح وممكن حتى شخصية تشتغل بقطاع التعليم ممكن تشتغل بكل شيء يخص الجمعيات وأعطاء للناس والمساعدات الخيرية للناس كذلك ممكن حدا يشتغل بالسفر بالوكالات تبع السفر ممكن حدا يشتغل بالمطار أي شيء يخصه بالسفر وكمان عم شوفه لأنه إنساني محب هذا الإنسان محب جدا للسفر عم شوفك كذلك لأنه أنت مشارك تجاه هذا الإنسان ليش مكسور القلب؟ ليش؟ ليش بقى؟ عشان في حب كتير قوي عم شوفك ممكن نجب بينكم شيء أو مشكل وأنت حاليا أو ممكن أنتوا حاليا مع بعض ما عم تشوفه بعض أو عندك مشكل مع هذا الإنسان؟ عم شوف في شيء أو مشكل يقع بينك وبين هذا الإنسان يتعلق بالغيرة يتعلق ممكن هذا الإنسان بالوقت الحالي ما عم يحكي معك كتير وهذا الأشياء هم تسبب لك أنت ألم يا برج الردي بالنسبة لألو عم شوف على أنه هذا الإنسان بحبك بس في مشاكل بينك وبين هذا الإنسان مشاكل تتعلق بالمال ممكن للبعض فيكم يكون مشكل بالاستقرار عندكم مشاكل بالكومنيكيشن أو بالتواصل عندكم مشاكل كتير عديدة بالعلاقة بس حال ما دان العلاقة فيها حب كتير قوي أنتوا من جديبين لبعض وفي حب كتير قوي بيناتكم بس المشاكل عم شوفها هيك بتنط نط بينك وبين هذا الإنسان عم شوف الوضع الحالي بالرغم أنه في مشاكل وحتى ممكن المشاكل الحالي اللي عم تظهر بالعلاقة سببها فكري ودهني أكثر ما عم تحكو له بعض ما عم تقول له بعض هذه الأشياء ممكن أنت عم تحس فيها عم تحس مثلا أنه هذا الإنسان ما عم يتواصل معي جيدا أو ما عم يسأل عني كل وقت أو عم حسوا أنه مثلا آآ ممكن يحكي مع أحد هذي أحاسيس فقط ما عم شوفه شيء فعليا آآ يعني عم عم تشوفه عم تلمسه أوكي ما يعني ما في في او في افتراق بينك وبينه بس ممكن هذه الأحاسيس أكثر تشعرونها أنت والشريك بالنسبة للوضع الحالي عم شوفكم أوكي الحالي عم تحكو مع بعض وفي في تبادلات للكلام الحلو في يعني في مجال للكامريكيشن الطيبة الحلوة في 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 خط تجادو كتير عالي بعينك وبين هذا الإنسان عم شوفه عم شوفك أنت كأنه كأنه أنت عندك فكر أو مشوش الفكر أو عم تشك بهذا الإنسان عم شوف في شك كتير كبير و عم شوفه غيري عم شوفه تملك ممكن لأنه أنت عم تحبه هذا الإنسان عم تشك فيه عم تشك بنوايا الداخلية عم شوفك ما عم تنام عم شوفك شويك عم تحلمك الليلة فيه آآ وعم تفكر بهذا الإنسان عم شوف حتى الإنسان الآخر إنسان آآ آآ طرحة بهذه القراءة عم شوف في مشاكل تتعلق حتى آآ بالعائلة أوكي أو مشاكل في العائلة آآ كلكن عم شوفكن اتنين تكون في في مشاكل تتعلق بالعائلة تتعلق بالبعض من كون يريدون الطلاق لهذه الدرجة يعني. خاصة المتزوجين عم شوفهم كأنه يرغبون بالطلاق أو الابتعاد عن بعض. مع أنه في حب مع أنه في غراب مع أنه في كتير أشيء تجمعكن بعض ببعض بس في شيء آآ أو في مشاكل دفيني ما كنتو عم تفصحوا عنا عم تخليكن أنتو كأنو كنتو عم تراكموا مشاكلكن عم تراكموا الأشياء اللي كانت بالقلقون ما كنتو عم تبوحوها بفرد مرة صارت كأنو بوم انفجار يعني انفجرتو ببعض. صار كل واحد آآ يريد الابتعاد عن الآخر. بس آآ يعني غريب. غريب لأنه القراءة فيها نوع من الحب والغرام والشغف والشك وكل شيء وهيدا الحب. و آآ آآ كمين فيها نوع من الراغبة في الانفصال والابتعاد عن بعض. آآ كانوا حد ما عم تفصحوا لبعض. عم تخلوا مشاكلكن تخلوها بقلبكن. ما عم تقولوها لبعض. ممكن انتو هذه المشاعر عم حسا اكثر تجول بالفكر وبالداخل اكثر. ما عم تظهروها. لعن عم شوف الوضع اللي حالي. انتو عم تتكلم وانتو عم تحكوا. حتى لو كان في جفا وفي نوع من الابتعاد ولو الطفيف. بس عم شوف وفي كومنيكيشن وفي حاكة. عم شوف كذلك على انو آآ رح اتضلوا هيك يعني الخط يعني انا عم شوف صراحة انو كما يظهر لي ازا ما اشتغلته وما حكيته لبعض. ما قلت له ما قلتو اللي بقلبكن لبعض. رح اتضل هذه العلاقة مرهونة آآ او كل واحد رح يتضل يتضل يراكم اشياء داخلية وباطنية بالعقل الباطن. كل واحد رح يقول لحاله او يحقد على الانسان الاخر. لانو ما بيفهمه. لانو ما بيعرف شو بده بالحياة. لانو وانتو ما عم تتواثروا. ما فيك تفهم او يغير الانسان اللي بداخله لو لم تفصح انت بما في داخلك يا برج الردي. عم شوف فيك بحل المشاعر. العلاقة فيها غموض والعلاقة فيها فيها نوع من الغرابة سراحة. ممكن انتو عم تتعاملوا مع برجل اسد سريطان جوزاء. اه. حمل. واقرب. حتى برج الجادة ممكن. وبرج الصور. بقل لك انو 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 صراحة يعني ما صار عندكم اه في كاميستبي كتير عالية او اتراكشن. ما صار اصلا بالعلاقة نوع من الانجردابي انه كانو العلاقة صارتها عم تزبل شيئا فشيئا. وصار كل واحد اه يبتعد بطريقة اه ثالثة اوكي. كانو العلاقة ما صار فيها نجردابي كتير كبير. وكمان عبي اقول لك انو احليمك لازم شيء من الوقعية او الشيء او تعمل اكشن اوكي. اه يعني ازا بدت انتو هذا الانسان انو تصلحوا الامور بينتكن لازم تفسحوا عن مشاعركن يعني ما راح تضلوا هيك اه يعني مبتعدين عن بعض ما بتحكوا ما بتقولوا اللي بقلبكن وتتحسن الامور يعني الصلاة فقط لوحدها لن تفلح. يعني الدعوات حلوة جيدة جدا انو تدعوا الله اكيد لتغيير الامور بس لازم انتو تعملوا اكشن عنو انو تحكوا اللي بقلبكن انو تتكلموا بالمشاعر التي تجول بخاطركن. اه بالنسبة كذلك للناس اللي عزي بعم شوفهم اه كأنو كانوا بعلاقة وهذه العلاقة ستعود من جديد للتظهر على السطح هذه العلاقة كان فيها نوعا من الشك او الغيرة وكانت علاقة كتير طويلة الامات عم شوفها رح ترجع للحياة من جديد ممكن البعض منكن اه انتو تتعاملوا مع برج الجدي او برج الميزان ممكن كذلك على انو عم شوف هذه العلاقة رح تتحسن اكتر رح يكون فيها نوع من العدل ونوع من الصفاء الدهني عم ممكن انا عم شوف حتى الخطواتك تجاه هذه العلاقة عم شوف انو رح تكون في صلحة وفي تبادل الكؤوس يعني رح ممكن تسامح على الانسان اوكي اه بالنسبة للحياة العامية برج الجدي عم شوفك ممكن اكتر عم تتواصل على الانترنت ممكن اشتغالك الحالي على الانترنت كذلك عم شوفك عم تشتغل كتير وممكن في حصادي كتير كبير رح يحصل بهذا الشهر عم شوفك انو في بادرة خير او في بادرة اموالة رح تأتي اليك اه ما تخاف من الخسارة عم شوف في نوع اهتمام اكتر بالروحانيات عم شوف ممكن عندك اه ممكن اه ممكن اهتم اكتر او تفكر بالزواج عندك اهتمامات بالزواج عم شوف كأنو انت تدعو انه من اجل ان تتتزوج بهذا السنة او بهذا الشهر عمشوفك اا يعني تحقق الاموال بعد تعبين طويل ممكن ما تقول انه بالوقت الحالي الاوضاع المالية مش جيدة خلاص انتهت الحكاية لانه عمشوف يوعد بالاموال وتدفق الاموال برج الجدي ممكن اكتر اهتم بكل ما يتعلق بالصفاء الدهني لانه عمشوف الدهن مشوش والقلب كدلك حتى هو آآآه اهتم لالعائلة كدلك اهتم لها لاكتر اشيجي عمشوف يعني عمشوفك عم تشطيغل كتر يا برج الجدي عمشوفك تهتم للوضع العملي كتر آآآآآآآآآآآآآآآآآآ عمشوف كذلك على انه عمشوف في تواصلات عم تتواصل بالشركة عمشوف في رساليات في عم ترسل لشركات ممكن عندك ارساليات عم تحصل عليها ممكن حتى تترسل مع ناس كتير بالشغل على السوشال ميديا كذلك عمشوفك عم تتواصل بالوقت الحالي عمشوفك كذلك عندك مصاريف كتير عالية عمشوف في وعد بالنجاح المادي برجل جدي حتى لو كان بيجون او من غير جون عمشوف في كذلك في ربح مادة او في حدا رح يجلب لك مال ممكن حدا اقرطه مال رح يجلب لك هذا الاموال عمشوف ممكن هذه الاموال تأتي من العائلة او تأتي من شيء يخص الصفر او شيء يخص حتى الشريك يعني ممكن الاموال تأتي من العائلة او شيء يخص الصفر او حتى من الشريك ممكن هذه الاموال تأتي كذلك عمشوفها لانه ممكن يكون في ابتعاد وفي انزواء بهذا الاسبوع اكتر ممكن عمشوفك تهتم للعمال ونتاج العملي بس الحصاد رح يكون جيد يعني جيد جدا عمشوف في ورقة الحصاد والنجاح العملي الكبير من بعض هذه المشاقة رح يكون نجاح عملي ممكن يكون عندك مناوشات بالعمال او في مشاكل خص العمال اه في ناس ممكن حدا حدا ممكن يخلق لك مشاكل بالعمال اه بس عمتان عمشوف الاجواء اه الطاقة العامة تهتم اكتر للعمال ولا الحياة اليومية يعني عمشوفك يا برج الجدي تهتم اكتر للحياة العملية وعمشوفك اكتر تهتم لما يتعلق اه ب اه اه عمشوف عندك عندك طبوحة وعندك رغبة كتير جامحة بالزويج هيدا كل شي بتلعلك برج الجدي بتمنعلك كل الخير والمسارات وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكو عيب القناة ترجمة نانسي قنقر